السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح أعمالكم قال تبارك وتعالى في سورة الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هذه الآية تفيد بأن أي عبادة نقوم بها صيام صلاة أي كانت تلك العبادة فلابد لها من توفري أكثر من شرط أولها هو النية النية من نية وما أحكامها في الصيام سنتحدث عنها لكن قبل أن أبدأ أكمل الشرط الثاني ألا وهو فليعمل عملا صالحا أي ماذا نعني بعمل صالحة أو ما المقصود وما تفسير العمل الصالح العمل الصالح هو العمل الموافق لشرع الله تبارك وتعالى فكي لكي أصوم الصيام الصحيح يجب أن يكون صيامي موافقا لشرع الله عز وجل ووفق ما صامه الرسول عليه الصلاة والسلام نبدأ بالركن الأول وهو النية من نية؟ النية هي القصد والتوجه إلى فعل الطاعة افتغاء مرضات الله عز وجل وفي الصيام هي أن أتوجه بقلبي وعقلي ووجداني وسلوكياتي إلى أن أمتنع عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس النية هي الركن الأول من أركان الصيام والنية يقول فيها الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات لذلك إذا لم يستحضر المسلم النية فصيامه باطل لأن من الكثير من يخرج إلى العمل دون أن يأكل ودون أن يشرب ويقدر الله أن لا يعود إلى بيته إلا بعد المغرب هل يعتبر ذلك صياما لا؟ نعم هو إمساك لكنه ليس صياما شرعيا ليس بالصيام الشرعي المطلوب يكون صيامه صحيحا إذا ابتدأه قبل الفجر بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى فالنية هي الأساس في صحة الصيام ولكن هل يشترض في النية التلفظ؟ يعني هناك الكثير من الناس يحرص على أن يقول مثلا نويت أن أصوم ليوم غد من أيام شهر رمضان الفضيل فهل يشترض التلفظ بنية الصيام؟ وهل يكفي التلفظ إن لم يكن مستحضرا وقاصدا بقلبه الصيام؟ الجواب أن التلفظ بالنية فيه خلاف بين الفقهة هناك من يرى بأنه بدعة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعله وهم الحنابلة وهناك من يرى في بعض الأفعال بأنه سنة لكن نقول أن المقصد في النية هو أن أستحضر القلب فلو قلت سألني أحدهم هل أنت صائمة غدا؟ فقلت نعم مازحة وغير لا أعني ما أقول وأنا لا أعني ما أقول فعند ذلك لا يعتبر الصيام صحيحا والنية يجب أن يستحضرها المرء قبل الفجر وأن يكون جازما بها وأن يستحضرها طيلة نهاره فلو أن امرأة شكت أهي طهرت قبل الفجر أم لم تطهر؟ واضطلع ونامت شكت ونامت واستيقظت بعد الفجر فعلمت أنها طهرت هل يجزئها صيام ذلك اليوم؟ الجواب لا لماذا لا؟ لأنها قبل الفجر لم تكن على يقين بصحة صيامها فلم تكن نيتها للصيام نية جازمة وبناء عليه وجب عليها أن تقضي ذلك اليوم سؤال هل تمسك؟ يعني هل تمتنع عن الطعام والشراب؟ طهرت هي طهرت في بداية النهار معنى ذلك أن الأولى أن تمسك وأن تصوم بقية النهار لكن ذلك من باب الأدب لقوله تبارك وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ولكن يبقى القضاء عليها واجبا نسأل الله أن يتقبل صيامكم وقيامكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر